المسمعات ونجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم سي طارق بن جازية مدير عام شركة اللحوم اللي يحضر معنا في فقرة الملف المشهد الآن الملف مرحبا بك مجددا سي طارق نعود نرجع وين كنا كنت تحكي على الأسواق الدواب أسواق الدواب وعمليات المضاربة اللي تصير فيها أسواق الدواب وحنا على كل حال كي شركة اللحوم اللي لاحظناها خلال الأسبوع الفارطة في علاقة بعيد إذ حمت على السناء فما شراءات كبرى قاعدة تصير من عديد اللي نقول واعنا للقشرة ماذا معناتها ما تحبوا يشيحوا السوق قبل بمدة شراءوا بكمية كبيرة بالألف وبالألف وخمسمائة وبالألفين فبتني أوليه وهذا الغاية متاحهم في أنهم بعتليهم بشي حدسهم وبدأوا منذ أسبوعين لقافيش ديبري اللي هي حقيقة بعيدة عن الواقع مع توصلنا فما بلايك ناس حطت جهة السفاقس ب 27 دينار كيلو لغرام الحي ناس تغني على علوش بزوزم لين وبزوزم لين ونص رأوا فما عنا على الاشتوى حاليا في سوق الدواب في الشركة تتباع بزوزم لين أملو ميزين وفي 80 كيلو وفي 70 كيلو معناتها موجود لكن إنك من لول تقول سبعة زوزم لين وزوزم لين ونص وكذا بتباية الحال هذيك سيلا سبيكولاسيون هذيك المضاربة هذيك سيلا سورانشير هذيك أثرت حتى على المواطنين لكن عليش وزارة تجارة مش حتى انتمك شركة اللحوم ما تدخلتش في الأبين ومعاكم زادا مجلس المنافسة والكل صحيح عمل دخلة وقال كيفيش باش نعملوا الملف الجاي معناها بعد ما عملوا المشروبات الغازية وبعد ما عملوا البنوك وغير يظل القطاع الجاي هو قطاع اللحوم تحس كأنه ثم وفاق على الأقل ثم وفاق ثم ناس قاعدة هي اللي تحدد في السوق وثم في دانونس معناك يحكي لك يقولك من لول قبل أربعة شر وخمسة شر من العيد يقولك أنا أنا باش نوسلوا للفين والفين وخمسمائة دينار ومش صحيح تلقى عالوش تحت الـ 15 مئة اللي هو مش صحيح خاطر طوى هنا شفنا طوهاو باش نعيدوا الكل إن شاء الله على خير واحد وكل اللي علوش تحدد سعره في الميزان عندكم أنتمو على الأقل مش في الـ في الحب الكل 23 وعشرين دينار تقريبا 22 وعشرين دينار 21 وعشرين دينار وتسعمائة معناه قريبا 22 وعشرين دينار معناه كتددوا الخمسة الاف اللي باش هتفحها بعض للسوق معناه حكاية فارغة ما هوش بش يوصل للدرجة هذيك ثم عليرش متوسطة متع 40 كيلو متع خمسين كيلو كيتا رقع خمسين كيلو وزادة التحديد الوزار التجارة للكيلو الحم با 43 وعشرين دينار وانتمو اتبعو في البلد وانتمو ما مكوننش منجين وتشيروا واتبيعو فيه ب36 دينار يظري صحيح باهم اكثر 36 دينار وخمسين كيفاش تشيروا فيه وعليش الززار ما يبيعوش ما يمشيش عليكم وانتمو كيفاش الززار بري في معناه في الحنوط يبيع في الخمسين وفي الكذا وانتمو اتبعو في 36 وما كمش خاسرين ما كمش متكتب كم هذا اللي نحب ونعرفوه معنا كوكيل كمواتن تونسي أنا في شركة الحمس حيح ما نجم نمش 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 نمشي لشركة الحمس نشريه في الوردية بشعتيني زوز كيلو لكن عليش انتوما تشري انت تشري من عند منتج مع عن جزار بالجملة وتوصل تبيع فيه بستة وثلاثين تصورك مثلا تشري خمسة وثلاثين ولا عجل عليش ما ما يصيرش هذية اكثر شوية سيدي بيع عبعين برك ولا ثلاثة واربعين كما عالنا توزار تجارة هل غم يظل يقولوا برشان اسكول مش متبق ثلاثة واربعين دينار بتعوزار تجارة الاخرين نعم هو بالنسبة لي نحنا كشركة اللحوم من خص الحمس احنا رانا الستة وثلاثين دينار وخمسمائة ربحنا فيها ضئيل جدا واحنا عنا لانه البنفيس في اننا تتزودوا على عام كامل احنا ماناش نعملوش معتها ديز اوبراتيون باكتورية الجزار وووسي ززار اللي هو يخلي يولده في الحنوت وهو بكرهبته ويمشي للفحص ويمشي الوسلاتية ويتزود ويمشي يتزود حتى من عند الفلاح مباشرة ويجيب وياخد أفضل الأسوام ويضبح هذاك بتحالي اشتلقى عنده أسعار اللي هي في كلفة الانتاج متاعه هو اشتلقاها كلفة ضعيفة باش نجم يبيع بسعر اللي هو مناسب هذاك عليش نقول لك كونه ما فماش ززار واحد فما ززاره وهذاك عليش حتى الأسعار متاع اللحوم الحمراء تختلف وتمشي بعض المناطق توا في شيرة قفصة تلقاها العلوش تقوى حالي نقدم ب38 وب39 دينار تمشي مثال في منطقة كما مسجد بوزيد منذ أسبوعين وثلاثة سبيع اللي هي منطقة انتاج بربعة وربعين وبخمسة وربعين دينار لكن هنا ايش تقول فما حكاية أخرى فلوس فبتنيولي علش نقول لك هنا تحديد السعر ديما راه حتى وزارة التجارة ما قالتش لنا سعرنا ب43 دينار هو تسقيف تسقيف ما تفوتش الكارون ترواع ما نتفوتش الكارون ترواع شمعنيتها لهنا راهو لخاطر اللي شفناه في اللاعمات الخرانية راهي ناس تحوز في الخمسين وفي الخمسين وفي الخمسين كان لابد من اتخاذ هذا القرار وهو قرار معناتها صائب وقرار في محله عليش على خاطر راهو إذا ما تعملش القرار هذاك راهنا المواطن كيم قولوها حتى الطرف اللي ما رأي فيش يخلط عليها في العيد الطرف اللي هي ما تخلطش عليه نستحكي على الخمسين واثنين وخمسين والاربع وخمسين وقعدين يغذيوا في الحكاية هذه وفهم اللي هو راه ززار اللي هو مايرضاش في كيلو الحم ربحه الصافي أقل من الخمسة دينارات عليش يقول لك أنا خمسة لاف هذه عندي دي شارج وعندي كذا والمحل المتاعي والكريت سترا وفهم ززار اللي هو قل لك بالنسبة لي الفين وخمسمية لكن بيع عشر عليش فهمتني لكن بيع عشر عليش لكن الكلفة طولولاني اللي بيع بيها التاجر الجملة اللي بيع لكم انتوما عليش مثلا الناس ما تاخذش من عنده وتكون معناها هامش ربحوا يناشي مزيد ريت هو مثلا اخذيها بخمسة ثلاثين سوديزون ويبيعوا بخمسة ربعين هاو ربع عشر عليف مغتيش في الكيلو احنا المشكلة فيش كونه احنا مشكلة متاع اوفر ريت احنا المزود متاعنا مثال وكنا نتعمل معاه على اساس راهو على الكنترا انيوهن تعام كامل معناك انتعام كامل معناك انفيرو انا زازار ما بيعليش بنفس السعر ما بنجمش يبيعلك بنفس السعر الاخرات انتتعاقد معاه على بالدوام وعلى كمية معينة راهي معناتها رقم وعاملات كبير ياسر معناتها اللي نتعملوا به وعلى عملية البيع هذي حاجة اخرى سي نجم الدين راهو دور شركة اللحوم اللي هنا لابد من التأكيد دور شركة اللحوم راهو مش هي كمؤسسة عمومية راهو مش لازم احنا نكونوا متواجدين على كامل توراب الجمهورية باش نعطيه الحكاية هذي تعرف احنا مثال الرقم متاع 21 دينار و900 اللي هو سعر البيع لشان بيعو بيحنا كيلو الحي حاليا انا واحد من ناس منذ اسبوع عديد الولات وعديد المناطق داخل الجمهورية استنيوا في الرقم هذي عليش على خاطر شركة اللحوم تاريخيا كانت هي لتعطي التمبو تعطي المحرار متع توجه الاسعار هي لرفيرانس في الجانب هذي خاطر توا الناس وهذا اكيد وهذا ينأكد لك كانت تبع السوق وتبع الرحابي رأي الناس الكل ابرتير من هار السبت ان شاء الله ويمكن حتى منتوه الناس الكل اللي كان حات 27 اللي كان حات 27 الفاساليني الفاساليني الخاطر ذلك هو المحرار سيطارة قنت تتحكي على مزودين تتعامل معهم على طول العام ومنهم من سيدي بوزيدو أنا من سيدي بوزيدو نعرف وكان مؤخرا معنا مزود يتعامل معاكم سيبل جسم المرزوكي ولكن تواصلتم معها مؤخرا يعني انتم متعودين تتعاملوا معها بصفة دورية ولكن صار الاختلاف العرض والطلب وبعضين توصلتوا الى صيغة تفهم ما ترى شواء نؤخرنا شوية وهذا مثال من الامثل هو مش ما احنا مؤخرناش احنا من رمضان اطلقنا اعلان الشراء امتاعنا اما الفرق بعيد يعني علش قتلك احنا رك مؤسس عمومي ديما عندك ضوابط صحيح فم المفاهمات ومن الا شركة تجارية فم المعاملات معناتها بالكلمة ساعة لان نوصل نتعاملوا حتى بالكلمة لكن في اجهة في الديمة لازم عندك اعلان شراء لازم اول حاجة المساواة امام الطلب العمومي انت باش تشغيرك توا لازم الناس كل تبدأ على قدم المساواة طبعا ليه لازم علش ما نلقاوش خير من نسيب الجاس منها عماخر احنا ولا بخير منه ولقينا سناعة معناتها وتعاقدنا مع برشا من الناس مع تباني السيرمو باش نقعد انا حكرا وحصرا على مزود واحد صحيح هو معناتها النوعي الجودة ومن حيث التعامل ولكن هذا تعرفو لا لا نعرفوه اذاك وحنا تصنى به لكن في الفترة الاولى كان طالب سعرك مرتفع برشا فبتيولي وعنده الحق خطروه عنده كلفة انتاج عنده كلفة انتاج صحيح لكن احنا كمؤسع ومية شنية الضمانة لنقدمها او الحاجة الضمانة كونوش نوفرولك الفضاء المناسب الضمانة كونو فلوسك مضمونة قد نجم او اي واحد اخر مربي اخر يبيع لشكون فبتيولي لكن ما يلقاش فلوسه يلقاش يستنى ما يلقاش فلوسه احنا الضمانة انك مع مؤسسة عمومية دونك عندك كونتابيليتي مركوها قداش اتباع وقداش الميزان كيف كيف يفهم جدا فبتيولي بالميزان وهذا دعوة معناتها باش النقاط البيع المنظمة هذي بالميزان تبدأ موجودة على كامل تراب الجمهورية الاسف احنا توا البيع بالميزان ما يثلش اكثر من 2% وهي فرصة سيطارق باش توضح لسادة المسامعين والمسامعات كيفية تزويد الشرك لانه هذه معلومة مهمة ضروري وانه اللي يسمع فينا يعرف كيفاش تصير العملية بالضرع احنا المزود امتعنا يجيبنا الكميات بصفة يومية بصفة يومية يتم التزويد بصفة يومية معناتها نجيبه تقول انت 300 اليوم الاول تو ان شاء الله باش نطلقه يوم السبت 8 جوان في الشركة 300 يوفيروا هذوكم نزيدوا يوفيروا نزيدوا بصفة يومية الى غاية نهار الوقفة معناتها الى حد نفاذ المخزون وحسب الطلبات العامل اللي فات صارت اشكاليات صارت بعض الاشكاليات تم اقتحام ابو بالشركة تدخل الامن السناء فم احتياطات يعني بات الحال اخد احنا اذا كمعناتها قلاخر هو ضريبة الشهرة احنا عم ناول عم ناول السعر اللي بعنا به 18 دينار و 500 عليش عم ناول الاقبال الكبير ياسر كان علينا لخطر الناس بجنبنا الرحبة بجنبنا سوق الدواب اللي هو تابع شركة اللحوم واكبر سوق الجمهورية يطلع للرحبة يلقاه بـ 22 يتكلف له يقول لك كاننا نشد الصرف ونستنى ساعتين ما هو نفس الشي اسناء اسناء نفس الشي انتظروا نفس الشي اسناء ان شاء الله الرحابي يلسلين السعر متاعنا واذا ما صار ان شاء الله اكيد يكون الاقبال موجود معناتها نقول لك معناتها ايه اخذ الاحتياطات اللي يازمة واخذي الاحتياطات ووفرنا عنا دجاء قدوة اجتماع تنسيقي مع الاخوان الامن الوطني للتوفير عوان الامن اللي هم باش نظمونا العملية عنا عوان الشركة متاعنا عنا كذا عنا الفضاء اللي هو شركة اللحوم رفضاء كبير ياسر قادر على انه يستوعب عدد كبير من المواطنين والكراها بمتاعهم في متنين ولا بتبعية الحال دي هو السيطارق احنا كان نقوله معدل 300 علوش في اليوم على 8 ايام تقريبا مزالت ولا 7 ايام واحد معناها قدش لا لا احنا احنا مبرمجين على في حدود 4000 4000 حبيت نسع 4000 تكفي ايه رو اسمع ما يكفي المخلوق كل الخلق طبعا طبعا هذي الحاجة الحاجة الثانية احنا نحاولو لماكسيمون باش نوفروا اكثر خاطر معناش كان المواطنين رو احنا عنا عديد الويداديات اللي تتعامل معنا واللي هي تاخو كميات بالخمسين وبالمياه عديد المؤسسات العمومية هذي كتاخو قبل من نفس اللاربعلاف هذي تاخو حتى فالاربعلاف هذو معنات قطلك بالنسبة لنحنا الكمية بالريفولفينغ معنات هيفا نجيب ويوفا نجيب النجم نجيب 300 كما النجم نجيب 500 حسب الطلب وحسب عنا بويوعات فهمتني ولا ايه لكن كلها من الاربعلاف الكل من الاربعلاف بطبيعة الحال ايه لكن اربعلاف يجيو مثلا 10 ولا 15 ويدادية كوفة لا الويداديات نعطيها حتى حسة ما موحدة معنات ما يقلقناش عنا معنات الكميات عنا منين ناخذو عنا موجودة منين ناخذو حسب الطلبات ونعرفوه لفليو كيفاش يبدأ يخدم فبتني ولا النهارين الولانين يبدأ تيميد ما بعد تالي يبدأ تطالع بشوية بشوية خاطر وبعث اللي يجي لقبل عن أنتو نوفروه للمواطن هو أضحية تتوفر فيها جميع الشروط الصحية والشرعية بسعر اللي هو إيراعي القدرة الشرائية المواطن وكذلك كلفة الانتاج متاع الفلاح لخاطر تعرف راهو رقم 21900 مش اعتباطي راهو ومهوش رقم تجاري معنات متاع هنا كما 990 معنات يوصل الحي اللي هو الأقل من 45 كيلو غرام الكلفة متاعه 18700 الكيلو اللي هو فوق 45 مع الميزان اللي هو فوق 45 كيلو باش يوصل يتباع للذبيحة الكلفة متاعه ب17800 فهمنا تزيد عليه هامش الربح متاع الفلاح اللي هو يتراه من 15 إلى 20 بالمئة تلقى روحك في الفرشيت هذه مبيناة 21 750 إلى حدود 22 500 إلى 23 دونك احنا لموينة هذه هي اللي نخدم عليه معت العملية وراه محسوبة منت مصالح لإدارة العام لإنتاج الفلاحي بتاع وزارة الفلاحة معتك نقول لك 18700 قداش ياك العلفة قداش كذا اللي بزوام متاع وانست المستهلة كان يفهمت منك وحسابات الساحة يجيه معدل كيلو الحم مذبوح معنا كيلو الحم عنده كي يشيريهم بالميزان يجي في حواليه 45 دينار أقل أقل عرش عليش احنا 21 دينار وتسعمية هي القاعدة سهلة باش سهلة على العباد هو اللي علوش معت يطيح بين 47 48 في المياه نقول واحنا 50 في المياه سيدي اتوك سيدي فبتني لي كتيح سيدي 50 50 في المياه معنا 21 900 باش يتيح لك 44 دينار كيلو فبتني هذي 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 القاعد لكن ما تنسيش في حساب الززارة ناحت دورها والرأس اللي في حدود 2500 فبتني ولتلقى روحك معنا في حدود 41 دينار راه في العيد في العيد وقتل وقتل يتشري علوش وتقسم اشطيح لك الحم عش تقسم السعر اللي شريت به على اشطيح لك الحم ويطلع قريب للسعر اللي يتباع بها عند الززارة تحمد ربي وتشكره خاطر جنرال مون في العيد دينا الكيلو يتيح بصفة معت 30% الى 35% اكثر من اللي بري براتيكي عند الززارة دونك اذا انت تجيبها قد تقول تبركال عليها انت ربح ربح خاطر المعادلة المعادلة في انك انت اقل شي اذا بشتيخ وعلوش يجي قد بكن تشتيخ الحم فهمتني هذي اللوج علي وهذاك عليش زادة راه متنساج زادة الفلاح راه عام كامل تعب راه تعب خستان السناء تعب الحمدول جيت الانفراج في الامطار بدأت تتصب من نوفمبر صار تراجع في اسعار الاعلاف في الفترة الاخرانية بحوالي 30% صار كذلك تراجع في سعر القرط راه القرط مذو اربعة شهور تالية نحكيه على 45 و46 البال راه معناتها رقم كبير توا حاليا 18 22 معناتها 50% ديوان الوطني اللي علي يظهر بشهل المشكل يالله العام يجي هولا سيطار كان يربح الفلاح ولا يميسلش اما يجي يربح القشار كما قلت انت واحد قاعد ويجي تبدأ تصب عليه الفلوس والمواطن يخرج من مكتوب وما يخلطش ما قالش بها ربي الفلاح اللي يدفع فلوس وعرق وتعب واحد وما تول واحد وما وصلتش النعجة وطيحت وغير وكل وتعب الهالي وكل هذا كم يسلش اما يجي قشار يشري هو يذبح الفلاح ويذبح المستهلك يولي برش بتبعية الحال وهذه معناتها بتبعية الحال هذا الكل راوس نجم الدين بالحق وحنا نحب نحي زملائي في وزارة الفلاح لخطر وحنا ما زلنا نحضروا للعيد كانت لنجلسة مع سيد وزير الفلاح وحتى مع سيد رئيس الديوان بدين نخدمه للعيد الجاي وهذه معناتها حاجة تحسب لوزارة الفلاح وحتى لوزارة التجارة بالحق اللي معناتها لما باش نبدو نخدمه من تو على كيفية يعادة تشكيل القطيع متاعنا لخطر قطيع الاغنام في تراجع مستمرة راهو كنا في مليون ومتين الف عم ناول تراجع بالنسبة ستاش في الميار نسناع مليون واثناش الف وعليش هذي خطر نضح فلانثة او تودرنا للنعجة ولا خطر كلمة شاوي لعلكيسة معناتها شي كبير ايه يزم عليها رقابة وديما قد ما تضرب على مكتوب وقد ما ينقص بتبيت الحال معناتها يلزم نظرة للقطيع نظرة استراتيجية للقطيع من تو يزم ندى ونخدمه على العيد الجاي باش من القاوش رواح العام الجاي زادة نحكيه على خمسة وعشرين ونقولوا والله هذاك احسن سعر لخاطر عمال تمشي 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 هذيك هي الاسبرال انفلاسيونيست زيد منا زيد مغاد فهمتني دونك برنبش العام الجاي من القاشر واحنا في الخمسة وعشرين يلزم نتوى نخدمه على اعادة تشكيل القطيع فهمتني على ان العنساسات العمومية بالحق نحطوا دينها في دين بعضنا كذلك وهنا الدور العمومي بالحق خطر القطاع الخاص القطاع الخاص صحيح رأوا عنده كان الربح مهمته كان الربح فبتنيوا ليه وهذا ما نتعادي ما تلومش عليه يسي ليجيتيب هو مهم رأوا يعاد تشكيل القطيع اللي تحكي فيه مهم جدا ولكن الاهم في نظري انه اعادة تشكيل الشركة ورد الاعتبار للشركة بسبعين شخص تقريبا مش قادرة اني امام الحمل الكبير اللي صاير على الشركة والضغط الكبير اللي صاير على الشركة بسبعين رأوا موش قادرين فمن المفروض وانه نمشي والقدام أنا أعطيك هنا اجابتنا على وضعية الشركة الشركة رأي كانت الى حدود السبعينات فيها الف وخمسمائة نخداء اما وقتها كانت هي المزود الاساسي والرئيسي لكامة رب الجمهورية سبيتارات الفوئي ووتلا مؤسسات عمومية الكل هي اللي تزود فيها معنى كانت المزود الاساسي والحصري حاليا شركة اللحوم وقلت حتى الأول ما تسلمت الشركة رأي إذا فهم نموذج لإنقاذ المؤسسات العمومية في تونس رأوا شركة اللحوم والبرنامج نعطي لك توا حتى في ثلاثة قائق أولا شركة توا حاليا رأي قاعدة تلعب في دورها تعديلي في مجال للحوم العجول نحن توا عنا برنامج بدينها من رمضان ومازال متواصل لتوا معناتها عنا كل أسبوع معدل حاوية من اللحوم الحمراء العجول لقاعدة جي وقاعدة تتباع للمبرت وقاعدة تتباع للعموم 35 دينار و600 لهابرة فهمتني وتتباع كركاس للقصاب ب 26 دينار على القصاب كركاس واللي هي سلالة لحمية واللي هي فاها أنتو دوروند مو يصل حتى الـ 84% معناتها سقيتها متى 100 كيلو طيح لك 84 كيلو الحب معناتها ربح صافي والززارة معناتها لاقين لحساب متاحهم وقاعدين نوزعوا فيها على كامل توراب الجمهورية بالتعاون مع مساحة تجارية كبرى والحمد لله الأسعار البقري اللي كانت تقبل في الـ 45 و 46 هبتوا نحكيه على 38 وعلى 39 وعلى 37 وهذه الأرقام حتى مؤشر الأسعار المعهد الوطني للأحصاء بين كونه حتى الزيادة اللي صارت في اللحم الضاء ما صارتش في الزيادة في اللحم للأبقار معناتها خفيفة برشا لكن سيتارة قلت زيادة كنتوا بشتوردوا لحوم بمنصبة العيد لأضحى ويظل ممكنكم ممكنش بشتوردوا العملية هي إحنا وصلنا حتى للتعاقد تعاقدنا مع الشركة من رومانيا وكنا بش نجيبه صارت إشكاليات لوجستية عند المزود في أنه ملقاش لكمين خطر ضغط كبير ياسر توا حاليا على المستوى العالمي ملقاش لكمين اللي نجم يجيب لنا باهم من السلعة ما إحنا تعاقدنا وحددنا السعر وتفهمنا حتى ما يفوتش رومانيا مرة أخرى في الحال في الرفريجيري على خطر حاليا متعهد بها القطب القضاء القطب القضاء المالي معنى هو المتعهد بالملف هذا هو ملف يعود إلى سنة 2012 فيه عديد الإخلالات وعديد معنى مظاهر الفساد والقضاء متعهد بالملف هذا وإن شاء الله معنى معنى قال الآخر شعب حقيق هذا كهي معنى لخطر إحنا أهمنا القضايا التي أضرت كثيرا بالشركة وحتى راهوا في التوريد متع الحي للأمان إحنا كنا ندرس المسألة هذه لانا من شهر فيفري معنى نحاول ونجيب حتى الحي وعننا عروض درسنا عروض من إسبانيا من فرنسا من إيرلندا درسنا عروض من جورجيا من مقدونيا معنى عديد العروض من رومانيا كذلك ودرسناها وتواصلنا حتى مع المزودين لكن البسيكوز بتاع اللوج رومانيا قعدت موجودة في الشركة معنى كأن في الخارج قداش نجم يكون الكيلو كيف كيف في من تونس آه كيف من تونس أخر عرض وأحسن عرض توصلنا به يوصل للتونس ب21 دينار و750 مليون معتها بعد احتساب الكل فمتاعه خطري يدفع ديوانة فما إجراءات حجر صحي فما إجراءات متاع مداوات ومتلقيح والتعليف متاع وطيلة فترة الحجر الصحي الفترة هذيكي معناتها تتطلب برشا ومعناتها تحبلها برشا مصروف لكن يوصل لك مثال دولة كما دولة المغرب المغرب جابت وشعلت النار معتها في الأسواق العالمية خاصة السوق الأسبانية اللي هي النوعية متاح قريبة ياسر العلوش متاعنا احنا فبتني وليه معتها استورت حوالي ستمائة الف رأس لكن بيدعم من الدولة في حدود خمس وستين أورو على الرأس معت الدولة الحمومة المغربية دعمت العلوش للموردين 65 أورو في الرأس بتبقية الحال هنا ما نوصل في تونس وش ندعم العملية كما هذه ندعم الفارين والواحد متاعنا للأساسيات وخاصة أو أصلا ما فماش عليك باش ندعموه معناتها ندعم الفلاح خير ندعم الفلاح خير هنا ما ندعمش المورد باش يحط يجيبو فبتني لها ندعم الفلاح خير فبتني لها كانت عنا نظرة على حاولنا باش نشوفه توت لبوسيبليتات دولة فاركي ما قطلك فالاخر صارت إشكالية في مخص سور لوجيستيك في التوريد متاع الريفريجيرية لكن الحمدوله راهو القطيع الموجود هنا في تونس راهو يكفي ويوفي والناس الكل فالاخر باش تاخل علوش والحمدوله كما قد تدخل وزارة تجارة في سقفة الأسعار بالنسبة لشركة اللحوم عنا برنامج كبير ياسر أولا إن شاء الله تتوسع ها تتوسع عنا أول حاجة في التوسع عنا برنامج إن شاء الله الأسبوع هذي أو القادم معناتها كنا أعلن عليه سابقا لكن مؤخرا ما زالك صادق عليه مجلس الإدارة متاعنا هو لإحداث حوالي 15 نقطة بيع بالفرانشيز باش نتواجده على أقليم تونس الكبرى على الأقل كما رحلة أولى معناتها ديفرانشيزي متاعنا العلامة التجارية متاعنا اللحوم ماركت دونك باش نكونوا موجودين على أقليم تونس الكبرى مع إمكانية التوسع على أقل بمعدل نقطة بيع في كل ولاية من هنا إلى بداية سنة 25 عنا كذلك بالنسبة للوضعية المسالة خمتاعنا اللي هي وضعية تعتبر الأفضل من ضمن الأسوأ في الجمهورية التونسية عنا برنامج استثماري في حدود 12.2 مليون دينار وافقتلنا عليه وزارة المالية مؤخرا والحمد لله بالتطوير بالتأهيل المسالة خمتاعنا إن شاء الله بداية من المسناء معناتها دراسات حاضرين جس على إطلاق الاستشارة التحديد مكتب الخبرة كيفا بيلوتي البروجي وإن شاء الله بداية من 6.25 تأهيل مسالة شركة اللحوم ستكون أول مسلخ جديبيا عنده مملوك القطاع العمومي إن شاء الله كيف كيف أنا عندي رؤية في الموضوع بعد إذنك ما هو الواحد يستشرف دائما المشهد اللي يعيش فيه ويتقلم أنت تعرفوا أنه البلاد قادمة على تقسيم الأقليم يعني مش نحكيه على الأقاليم خممتوشي سيطارق وأنه يكون عندكم تمثيل لشركة اللحوم في كل أقليم نعطيك صح باه نعطيك أنا أنسكوب و لذيتني في باه إحنا حاليا بصدد دراسة فيما مسلخ مسلخ موجود هو مركب لحوم تعمل مؤخرا في بنجردان فبتني ولا مسلخ جديد يعني 66 كيف فبتني ولا قاعدين ندرسوا حاليا إمكانية أن المركب اللحوم هذا باش نقضوه إحنا انجستيون تخلنا في مفاوضات إن شاء الله العرض وإن قبل ما نجيكم تاو وكونا نحضره في العرض المالي بتاعنا للبلدية بنجردان باش نقضوه إحنا انجستيون باش نكونوا متواجدين بنفس الموديل بنفس الموديل نحكي لنا الموديل ايكونوميك شمعناتها اللي هو انفاجيري أنا باتوار وباش نعمل وحدة لتكييف اللحوم وتوزيع اللحوم في منطقة الجنوب التونسي لكل الوقت يش هذا بحول الله بحول الله الحكومة الحكومة حطتنا ديدلاين يوم 30 جوان الخطرة ذاية كان من المشاريع المعطلة فبتني وليه وعملنا للجنة المشاريع المعطلة في رئيسة الحكومة حطتونا ديدلاين لترنت جوان يجزمنا نتفاهمو احنا وبلدية بنجردين على التصرف واستلزام مركب لحوم انا ندعو حتى الاذاعة الوطنية كان عندكم مراسل غاديكة يمشي يصوروا على خطر مفخرة تكلف حوالي 10 مليون دينار مفخرة في منطقة بنجردين ومركب 66 كيف ان شاء الله بالخبرة متاعنا ان شاء الله والحاجة نتفاهمو ومعناش حتى خيار آخر غير التفاهم وان شاء الله معناتك هذا فيما يخص التوسع عنا كذلك فيما يخص المسائل المالية احنا عنا ضمان من الدولة فيما يخص الخسائر المتلتبة عن عملية توريد الخرفان من الرومانيا ان شاء الله كيف نطرح احنا عنا مسائل يترح المسألة على مجلس ويزاري لتفعيل ضمان الدولة خطر عنا فيه ضمان الدولة الديون هذه الكل ان شاء الله يقع تفعيل ضمان الدولة من المتاعنا هذي كيف كيف معناتك كما قلت لك الهن توا راه لشركة اللحوم انا نقول دي ما مستقبلها خير من مضاه اكيد عليش راه الدولة لازم تكون موجودة في القطاع هذي خطر دولة تزداء على هذي راه بعد تلك المور بشتفلة بصيفة برئيس يعطيك الصحة انا حبي تنشكرك كان لزاما علينا انه ننتظر 53 دقيقة حتى نخرج بسكوب من سيد طارق برك الله فيك على العموم يعطيك الصحة سيد طارق بالجازية مدير عام شركة اللحوم على كل ما افتنا به نعرف انه المشاغل الكثيرة جدا 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 هذه الهيام شكرا مرة اخرى على الحضور هكذا نوصل مستمعينا ومسمعاتنا الى خاتمة هذا العدد من برنامج المشهد الان مشكور جدا على حسن المتابعة والاهتمام ربي بقي السترالتونس للإقاف